لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقاً أو شقياً والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله المجمل في بلائه المجزل في عطائه العدل في قضائه أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عقيدتنا تكلمنا عن عدل الله سبحانه وتعالى وتكلمنا عن قدر الله سبحانه وتعالى عدل الله سبحانه وتعالى في الأشياء يفهم أيها الإخوة من خلال سنن الله سبحانه وتعالى فما يصيب الإنسان من جراحات وآلام نفسية أو جسدية وما يصيب الأفراد أو يصيب الأمم إنما يفهم ذلك من خلال سنن ثابتة كونية بثها الله سبحانه وتعالى في الكون ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل فهناك سنن إلهية موجودة في الكون وهي سنن عامة على الأفراد وعلى الجماعات هذه السنن لا بد أن نقف عند كل سنة من هذه السنن لنفهم قضية عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته في الأشياء لنفهم عدل الله سبحانه وتعالى من خلال ما ينزل بالإنسان من آلام وما ينزل بالأفراد من فقر ومن شدائث وما ينزل بالأمم جميعا أول هذه السنن هي سنة الاختلاف الاختلاف بين الناس الاختلاف بين الأفراد الاختلاف بين الأخ وأخيه الاختلاف في العائلة الواحدة الاختلاف في الجيل الواحد الاختلاف بين الذكر وبين الأنثى الاختلاف بين الناس جميعا هذه سنة إلهية عامة هذه سنة موجودة بين المخلوقات جميعا هذه السنة نجدها بين المؤمنين وبين غير المؤمنين فالله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الحياة الدنيا فيها اختلاف لذلك هناك حياة آخر لا تنتهي حياة الإنسان في هذه الدنيا وإنما هناك امتداد وهي حياة الآخر حياة يوم القيامة الحساب التي يجزى الإنسان على عمله فالله سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتين وفضل بعضهم على بعض ثم يحاسبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالقصد وبالعدل قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم فالله سبحانه وتعالى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض فالاختلاف هو مجال لامتحان الإنسان التفاوت بين الناس في الفقر في العلم في الغنى التفاوت بين الناس في القدرات التفاوت بين الناس في المصائب التي تنزل بهم التفاوت بين الناس فيما ينزل بهم من بلاء ينزل على فلان وفلان ولا ينزل على فلان ولا على فلان فإذا من أجل أن يكون هناك امتحان ويختل الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار هذا الامتحان هو الذي يختار الأسئلة في هذا الامتحان هو الذي يختار الكيفية فهذه أمور من الله سبحانه وتعالى من قدر الله سبحانه وتعالى ليختبر الإنسان فوضعنا في قاعة امتحان وعرض علينا هذه الأسئلة لذلك التفاوت الموجود بين الناس جميعا تأتي الأسئلة واحدة على الناس جميعا الله سبحانه وتعالى امتحن الناس جميعا ولكن هذا الامتحان ليس من نوع واحد هناك من امتحن بالفقر لكن هناك امتحان بالغنى هناك من امتحن في جسده هناك من امتحن ببعض الأمراض هناك من امتحن بأبنائه فتن ببعض أبنائه هناك من امتحن بزوجه هناك من امتحن بحالة من الحالات في زمن من الأزمان فإذا هناك امتحان عام للناس جميعا لكن بعض الناس ينظر إلى حالة فردية يقول لك انظر إلى فلان امتلاه الله سبحانه وتعالى هل يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى امتلا فلانا واختبره وامتحنه أن فلانا لم يبتلى هل أحد يستطيع أن يقول أن فيه واحد من البشر من المخلوقات لم يبتلى إحنا ننظر إلى ظواهر الناس ننظر إلى إنسان غني أو صاحب جاه أو صاحب منصب فنظن أنه أسعد الناس لو دخلنا إلى حالته إلى حقيقته إلى نفسه لوجدنا الآلام لوجدنا القلق ولوجدنا الخوف هذا امتحان وهذا اختبار وهذا ابتلاء فكما أن الله سبحانه وتعالى ابتلى فلانا بالفقر ابتلى فلانا بالغنى كما أن الله سبحانه وتعالى ابتلى فلانا بجانب من جوانب حياته ابتلى كذلك فلانا لكن نحن عندنا ظواهر هذه الظواهر ينظر إليها الإنسان فيظن أن فلان لم يختبر ولم يبتلى لكن في الحقيقة أيها الإخوة هذا الابتلاء عال هذا ابتلاء على الناس جميعا لو اطلعنا على أحوال الناس وعلى حقائقهم انظر إلى أي شخص من الأشخاص تقرب إليه استمع إليه فستجد هناك نوع من الابتلاء تلاه الله سبحانه وتعالى به هذا الابتلاء ليس للمؤمنين فقط ليس للمسلمين فقط هذا ابتلاء للناس جميعا حتى لا يظن أن هذا بسبب إسلام الإنسان يبتلى يعني لو لم يكن مسلما لم يبتلى حتى لا نظن أن فلان الله سبحانه وتعالى ابتلاه لأنه يصلي أو ابتلاه لأنه يزكي أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى لأنه شديد الإيمان هذا الابتلاء قدر على الناس جميعا طالما أن هناك إنسان يمشي على هذه الأرض كما أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدار للابتلاء فمن حكمة الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين من أجل أن يبتليهم ورفع فوق بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لا يعفى منه أي إنسان صالحا كان أم فاسدا نبيا أو رجلا صالحا فاجرا أو فاسقا مؤمنا أو كافرا ذكرا أو أنثى لا يعفى أي إنسان من هذا الامتحان ومن هذا الاختبار لكن الامتحان هو الذي يحدد بعد ذلك مصير الإنسان عند ذلك يظهر المؤمن من غيره هذا الاختبار وهذا الابتلاء لو عجعنا إلى الآيات التي تكلمت عن الامتحان وعن فتنة الإنسان نجد إنه امتحان عام للناس جميعا يقول سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملها كل الحياة وما فيها كل الدنيا وما فيها حتى الموت فيه امتحان للإنسان الحياة بجملتها هي حياة امتحان فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا لحكمة دنيا قصيرة لها وقت محدد النتيجة يوم القيامة يوم الحساب فخلق الموت والحياة من أجل أن يظهر أو يجب أن تظهر أعمال الإنسان في هذه الحياة من أجل أن يكون هناك اختبار حقيقي للناس جميعا فخلق الموت والحياة من أجل أن يبتليكم سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بالخير وابتله بالشر الابتلاء ليس في الشر إذا نظرنا إلى إنسان تلية بنوع من أنواع الشر أو السوء أو الفقر أو الجوع لك فلان مبتلى والإنسان اللي عنده خير أليس هذا ابتلاء الإنسان اللي عنده صحة أليس هذا ابتلاء الإنسان اللي عنده جاه عنده منصب أليس هذا ابتلاء الإنسان اللي أعطاه الله الأموال الكثير أليس هذا ابتلاء كل هذا من الابتلاء لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإبتلاء لا يكون في جانب فقط وإنما يكون في كل الجوانب قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت على الناس جميعا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالله سبحانه وتعالى يبين أن الإبتلاء يكون بالخير ويكون بالشر ثم قال سبحانه وتعالى وإلينا ترجعون إذا ابتليت بالخير في رجع إلى الله سبحانه وتعالى إذا ابتليت بالسوء بالشر هناك رجع إلى الله سبحانه وتعالى لتعلم أن قانون الله وأن سنته أن هذا ابتلاء لك وأن هذا الابتلاء يقابله جزاء يوم القيامة ابتلى الناس سبحانه وتعالى بالجوع بالفقر بنقص الأموال قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم للناس جميعا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم قال وبشر الصابرين فإذا هذه الابتلاءات قد تكون بالخوف قد يكون بالجوع قد يكون بنقص من الأموال قد يكون بالأنفس قد يكون بالثمرات وبشر بعد ذلك من؟ الصابرين الذي إذا ابتلي الإنسان صبر على هذا الابتلاء سواء كان بالخير أو سواء كان بالشر سواء كان بالمال أو كان بنقص المال سواء كان بالصحة أو سواء كان بالمرض قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الأنبياء يبتلون أتباع الأنبياء يبتلون إذن الابتلاء يكون للناس عامة ويكون بالخير ويكون بالشر ويكون بالصحة ويكون بالضعف وكذلك يكون للأنبياء ولأتباع الأنبياء الأنبياء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله زلزلوا أصابتهم السراء والضراء وزلزلوا حتى يقولوا متى نصر الله هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يصيب الناس جميعا هذه ليست خاصة بالمؤمنين لذلك جاء قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فالابتلاء للمؤمنين ولغير المؤمنين لكن المؤمن يرجو من الله سبحانه وتعالى الثواب العظيم المؤمن يؤمل بفضل الله المؤمن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى فهناك آلام تصيب الإنسان المؤمن وهذه الآلام تصيب الإنسان الكافر هناك آلام تصيب هذا الإنسان المسلم التقي الصالح لكن الفرق بينه وبين غيره أنه يرجو من الله أنه يؤمل برضوان الله أنه يؤمل برحمة الله سبحانه وتعالى أنه ينتظر الثواب أنه ينتظر التعويض من الله سبحانه وتعالى تطمئن نفسه بذلك فهذا الابتلاء يقابله ثواب وتعويض وجزاء من الله سبحانه وتعالى فلذلك أيها الإخوة الابتلاء لا يظن بعض الناس أنه الابتلاء هو عقوبة الابتلاء عقوبة عندما لا يصبر الإنسان عليه الابتلاء هو امتحان في حقيقته من أجل أن يختبر الإنسان الله سبحانه وتعالى قال فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم فالقرآن يبين لنا بعض النفوس بعض الناس ينظر إلى الابتلاء على أنه انتقام ينظر إلى العطاء على أن هذا رحمة له أنه هذا كرم إلهي له ولم ينظر إلى ناحية أن هذا في حقيقته واختبار لك إذا ابتليت بالخير أو بالشر إذا أعطاك الله أو منعك الله سبحانه وتعالى لذلك هذه النفوس القرآن يعود عليها فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه وجد نفسه عنده مال عنده صحة يقول لك هذا لي هذا ما لي هذا أنا الذي حصلته هذه الصحة لي أنا أقوى الناس أنا عندي أنا أستطيع نظر إلى هذا الجانب الله سبحانه وتعالى رد عليه بعد ذلك كلا بل لا تكرمنا اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين إذن هذه هي المشكلة إنه الابتلاء هو اختبار لك ما هو موقفك من هذا الابتلاء في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ابتلاء الإنسان ثم يقول من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط إذن يبتل الإنسان إن رضي رضي الله سبحانه وتعالى عليه وإن سخط فعليه السخط والغضب من الله سبحانه وتعالى فحقيقة الابتلاء لا يمكن أن يكون انتقاما من الله سبحانه وتعالى إلا في حالة أن الإنسان لا يصبح على هذا الابتلاء ولا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يعلم حكمة الله في هذا الابتلاء ويتضجر ويعترض إذن عند ذلك يكون هذا الابتلاء فيه انتقام للإنسان أما أن ينزل بالإنسان سوء أو أن ينزل بالإنسان آية من آيات الله سبحانه وتعالى أو سنة من سنة الله سبحانه وتعالى فيفقد أضوا من أعضائه أو قد لا يعزق الإنسان أو قد يفقد ولدا من أولاده أو قد يصاب بمصيبة في جسده في مرض شديد هذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنه بهذا البلاء قد يصبر فيكون ثواب عظيم وأجر من الله سبحانه وتعالى أكثر الناس ابتلاء الأنبياء الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الابتلاء فيه مسؤولية الأنبياء أصحاب مسؤولية وأصحاب هداية أصحاب دعوة لذلك كان أشد الناس ابتلاءا هم الأنبياء عندما نجد إنسان يشعر بالمسؤولية بثقل هذه المسؤولية هناك فرق بين إنسان عادي وبين إنسان يتحمل المسؤولية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بين من يحمل كلمة الحق ويدافع عنها وبين إنسان لا يبالي فأيهما أعظم بلاء أعظم بلاء الذي يتحمل المسؤولية لذلك أنبياء الله سبحانه وتعالى تحملوا المسؤولية جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سؤل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقب تلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة فإذن أشد الناس ابتلاء الأنبياء لأنه ابتلاء يقابل نعم من الله سبحانه وتعالى كلما زادت عليك النعم هناك ابتلاء كلما أعطاك الله سبحانه وتعالى هناك يقابله ابتلاء كلما عظمت المسؤولية كان هناك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى كلما كان الإنسان صاحب موقف وصاحب كلمة حق يزداد الابتلاء عليه والإنسان المؤمن يصبر والإنسان المؤمن صاحب موقف والإنسان المؤمن صاحب مسؤولية لذلك يحتمل هذا البلاء فيكون العطاء من الله سبحانه وتعالى فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء فالأنبياء والصالحون لعظم مسؤولياتهم لأن البلاء يقابل نعمة لذلك زاد عليهم البلاء فما ينزل من بلاء من الله سبحانه وتعالى من أجل المسؤولية كلما زادت مسؤولية الإنسان كان هناك ابتلاء يقابل هذه المسؤولية وهناك ثواب عظيم يقابل هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى الابتلاء له حكم كثيرة هذه الحكم جاءت مفصلة في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تبين لنا حكم العظيمة التي تظهر من خلال الابتلاء ما هذه الحكم؟ نقرأ آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الله سبحانه وتعالى يبتلي من أجل أن يختبر ليظهر المؤمن الصادق الإيمان ليظهر المجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى ليظهر الأقوية ليظهر أصحاب المواقف أصحاب الحق أصحاب الكلمة الصادقة لابد أن يظهروا كيف يظهرون من خلال الابتلاء فالله سبحانه وتعالى أراد من هذا الابتلاء حكم من هذه الحكم كذلك ليميز الله الخبيث من الطيب هذه حكمة من حكم الابتلاء في خبيث وفي طيب في صالح وفي طالح في مؤمن وفي كافر الناس مختلفون كيف يتميزون عندما ينزل بهم البلاء كيف تعلم معادن الرجال وصفاتهم وأحوالهم في الابتلاء في الحالات العادية كل الناس سواسية كل الناس سوا ولكن عندما ينزل بلاء عند ذلك يظهر الرجال وتظهر المواقف الحقيقية الصادقة عند ذلك يظهر دين الإنسان وصدقه في الحالات العادية لا يمكن لكن تأمل في حالة المعاملات المالية كيف يظهر إيمان الإنسان شوفوا الإنسان إذا كان في موقف فيه شدة كيف يكون موقفه إذا كان في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كيف يكون موقفه تأمل حال الإنسان عندما تنزل به مصيبة وهو إنسان مؤمن كيف يستقبل هذه المصيبة تأمل عندما ينزل به أن الله سبحانه وتعالى يسلبه ولدا من أولادي كيف يكون هناك تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ورضا بقدر الله سبحانه وتعالى إذن هنا التفاوت فالله سبحانه وتعالى أراد من خلال هذا الامتحان أن يختبر الإنسان قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله سبحانه وتعالى من عدله أنه لا يسوي بين المؤمن وبين الكافر بين الإنسان الصالح وبين الإنسان الفاسد لا يسوي بين الصابر وبين المتضجر فالله سبحانه وتعالى من خلال الاختبار أراد أن يميز بينهما فيظهر صدق الإنسان قال تعالى مبينا حكم من حكم الابتلاء ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين فحكم الابتلاء معرفة قدر إيمان الإنسان يظهر المؤمن من الكاذب من أجل أن يتضرع الإنسان ويرجع إلى ربه يحفز الإنسان من أجل أن يرجع من أجل أن لا تكون هناك غفلة عند الإنسان من أجل أن يميز الخبيثة من الطيب من أجل أن يتخذ الله الشهداء هذه هي حكم الابتلاء هناك سنة أخرى وهي سنة التدافع هناك أيها الإخوة حق وباطل هناك خير وهناك شر فالله سبحانه وتعالى أراد للمؤمنين أن يدفعوا هذا الباطل وأن يكون لهم موقف وأن يكونوا أصحاب كلمة أراد للإنسان أن يحمل رسالة الدعوة والخير والهداية والإصلاح في الدنيا أراد له أن يكون صاحب رسالة دعوية صاحب رسالة حضارية يرفع من شأن القيم ويدافع عنها ويدافع عن الحق وينتصر له هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين الإنسان ابن بيئته ابن مجتمعه ينظر فلا يسكت عن الباطل ويقتخذ موقفا واضحا مع أصحاب الحق فذلك لذلك يكون هناك تدافع تدافع بين جهتين بين الحق وبين الباطل بين المؤمنين وبين غيرهم بين الصادقين وبين الكاذبين فهذه السنة قد تكلف الإنسان نفسه وماله قد تكلفه من جهدي قد يفقد عضوا من أعضائه فهذه سنة التدافع التي عبر عنها كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره فالتدافع سنة إلهية بين المؤمنين وبين غيرهم بين الحق وبين الباطل بين الخير وبين الشر فالحق يحتاج من يحمله الباطل له قوة له طغيان له قوة تطغيه لذلك لا بد من التدافع لا بد أن تكون هناك كلمة للإنسان المؤمن لا بد أن يكون له موقف لذلك شرع للإنسان أن يدافع عن نفسه أن يدافع عن عرضه أن يدافع عن ماله لذلك شرع الجهاد إذن من أجل دفع هذا الباطل من أجل أن يكون هناك موقف للحق من أجل نصرة المؤمنين من أجل الدفاع عنهم فهذه سنة التدافع فما يقع على الإنسان من ابتلاء ومن مصائب سواء كانت جسدية أو نفسية سواء كانت بالمال أو كانت بالجسد كل ذلك لحكمة يعيدها الله سبحانه وتعالى ولسنة جعلها الله عامة بين الناس جميعا هي سنة الاختلاف سنة الابتلاء سنة التدافع نسأل الله سبحانه وتعالى عونا على البلاء وصبرا على الابتلاء اللهم إنا نسألك فضلك العظيم ورحمتك الواسعة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو لك كنت أباء يا رب أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب يا رب والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا